منا لعاية الصبر ما تعبوهته الحملت نعمة وآيات محتاج منا لعاية الصبر ما تعبوهته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات كل عام وحضراتكم بخير ويتكرر معكم اللقاء وتعود علينا ويا رب تستمر الأيام الجميلة وتستمر صحبتنا فيها نرفع لله أكف الضراعة أن يهب كل متأخر عن الحمل من خزائنه التي لا تنفذ وأن تكون هذه الأيام هي فرج لهم كل مهمومة ويعطيها الله سبحانه وتعالى فتوجه إليه بالدعاء فهو فوق الطب وفوق الأطباء وفوق العلم وفوق العلماء فهو يهب لمن يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء تعالى علمه وقدرته طب وعلم الأطباء كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات ولله الحمد والمنا كما تعودنا منذ سنوات يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل لكل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير حتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل اسم اسا أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على معظم الرسائل فورة وردها إلينا كل عام وحضراتكم بخير كل القنوات وكل المحطات وكل المنصات تشاهدون عليها مسلسلات فقررنا إن يكون في مسلسل هذا العام والحلقات المسلسلة من بشرة خير بس المسلسل بتاعنا في بشرة خير حيكون مختلف لإننا سنتحدث عن مرض من أمراض النساء مشكلة من مشاكل أمراض النساء سنعرض لحضراتكم فيلم وحقيقة لحالة مريضة وحنقوم بتقطيعها على عدة حلقات عشان نكلم حضراتكم عن مسلسل هذا العام على بشرة خير وقررنا واخترنا أن يكون موضوع هذا المسلسل هو اللي قدام حضراتكم المخادع الحمل خارج الرحم المخادع ليه؟ لأنه يخدع أكبر الأطباء وأكثرهم علماً فلا يوجد طبيب أمراض نساء على وجه الأرض لم يخدعه مرة حالة حمل خارج الرحم وفشل في تشخيصها لأنه مخادعة وحتشوفوا الكلام ده كتير في الفيديو اللي هنعرضه لحضراتكم مسلسلاً وحنعرض كل حلقة ونقول انتظرونا الحلقة القادمة بس قبل ما نبتدي نعرض لحضراتكم المسلسل بتاعنا عايزين ندي حضراتكم كده تعريف بسيط عن ما هو الحمل خارج الرحم هذا المخادع الذي كثر الحديث عنه وبقينا نسمع عنه كتير الأيام دي وحنبقى نتكلم ليه؟ اللي كثر الحديث عنه عايزين نفهم ما هو الحمل خارج الرحم في العادي والطبيعي أن يحدث انغماد انغراس للبويضة المخصبة داخل تجويف الرحم وده التجويف الطبيعي وده المكان الطبيعي الذي يحدث فيه الحمل أي انغماد لهذه البويضة؟ أي انغراس لهذه البويضة؟ بزرة الحمل اللي هي البويضة المخصبة؟ إذا زرعت في أي مكان عدا تجويف الرحم الطبيعي سمي ده حمل خارج الرحم 98% من حالات الحمل خارج الرحم بتحدث في الأنبوبة يعني في حمل خارج الرحم في المبيض في حمل خارج الرحم في البطن في حمل خارج الرحم في عنق الرحم في حمل خارج الرحم على جرح القيصرية السابقة كل ده اسمه حمل خارج الرحم لكن كل دي حالات ندرة وندرة جدا أما الأكثر شيوعا هو الحمل خارج الرحم في الأنبوبة لدرجة أن لما أطباء النساء يقولوا حمل خارج الرحم أكنهم يقصدوا أن حدث حمل في قناة فلوب لأن دي تمثل 98% وأكتر من حالات الحمل خارج الرحم كيف يحدث الحمل داخل الرحم وكيف يحدث الحمل خارج الرحم ده فيديو تعريفي قبل ما نشوف التمثيلية والمسلسل بتاعنا وأولى الحلقات نفهم حضراتكو بس تعريفا ما هو الحمل خارج الرحم لو الفيديو جاهز معنا نشوف الفيديو رقم واحد اتفضلوا ما هو الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم البوايضة المخصبة بتتخصب دي بوايضة بتتخصب بالحيوان المنوي ولما يحدث التخصيب ده غالبا التخصيب بيحدث داخل قناة فلوب وهذه هي البوايضة المخصبة تسير داخل قناة فلوب لتصل إلى تجويف الرحم وتنزرع في تجويف الرحم وهذا هو المقال الطبيعي أما في الحمل خارج الرحم هذه البوايضة المخصبة تعطل مسيرتها ووقفت داخل الأنبوبة وانزرعت في الأنبوبة وممكن أماكن أخرى زي ما هو كاتب كده لكن أكتر زي عنخ الرحم هو بيشاور عليها زي البطن لكن أكتر حالات الحمل خارج الرحم هي في الأنبوبة لدرجة أننا بنقول حمل خارج الرحم أكتنا بنقول الحمل في الأنبوبة الحمل في الأنبوبة الأنبوبة مش مكان صالح أن الحمل يستمر فيه فبمجرد كيس الحمل ما هيكبر هيعمل ستريتش هيشد الأنبوبة جداً وقد يصل أنه يمزعها يقطعها أو تنفجر الأنبوبة الحمل خارج الرحم هو حمل وبالتالي الستة هيبقى عندها أعراض حمل وحيبقى عندها تأخر في الدورة وحتعمل اختبار حمل تلاقي نفسها حمل لكن يصاحبه أعراض غريبة شوية منها ألم البطن الشديد ومنها وجود نزيف مهبلي متكرر ده في بعض الأحيان في بعض الأحيان الحمل خارج الرحم إذا لايف ستريتنين كونديشن زي ما هو كاتب كده قد يهدد حياة السيدة لأن ممكن تنفجر الأنبوبة وانفجار الأنبوبة زي ما أنتوا شايفين يحدث نزيف داخلي شديد داخل البطن ده مشكلة خطيرة من مشاكل الحمل خاصة في أوله والحمل خارج الرحم أودى بحياة سيدات في سيدات فقدت حياتها بسبب حمل خارج الرحم ومازال هو خطير لكن طبعا قدرتنا في السيطرة عليه بقت أكتر شوية لكن زي ما قلت الحمل خارج الرحم مخادع لأن زي ما حنشوف أن أعراضه قد تشابه أعراض الحمل العادية وقد يتأخر التشخيص وقد وقد وبالتالي نكتشف ده والسيدة على وشك الوفاء أو هي تنازع في النزع الأخير قبل ما نشوف المسلسل بتاعنا نشوف كده الصور اللي معانا عشان نوري حضراتكم ما هو الحمل خارج الرحم أول صورة دي صورة ملتقطة من المنظار حيث المنظار فتح كبير في التعامل مع حالات الحمل خارج الرحم العضو اللي في النص اللي مكتوب عليه يوترس دا دا الرحم اللي عليه حرف الـ دي الأمبوبة الشمال أما الأمبوبة اليمين اللي موجودة في ناحية اليمين من الصورة فيها انتفاخ وتمدد هذا هو الحمل خارج الرحم أحدث انتفاخ وتمدد في الأمبوبة نشوف الصورة اللي بعدها دي كمان الأمبوبة اليمين وحصل فيها تمدد واضح الرحم موجود على شمال الصورة والأنبوبة خارجة منه وفي نهاية الأنبوبة في تمدد واضح وانتفاق وزيادة شديدة في الدموية ولو نبص كده نلاقي أن الحوض كله قدام الرحم وراء الرحم فيه دم لأن هذه الأنبوبة تنزف حيث الحمل خارج الرحم من أسباب النزيف الداخلي الشديد الأنبوبة هنا مجدودة جدا على وشك الانفجار لو تركناها ساعة أو اثنين أخرى حتى انفجر نشوف الصورة اللي بعدها دي كمان أنبوبة بقى في الناحية الشمال ده الأنبوبة الشمال الرحم موجود الوقت على يمين الشاشة والأنبوبة هي اللي موجودة على شمال الشاشة وتحتيها العضو اللونه أبيض ده المبيض وهذه الأنبوبة في الجزء الأوسط منها في انتفاخ وتمدد ودموية زيدة ده حمل خارج الرحم لو سبنا الحالات دي عدة ساعات قد تنفجر الأنبوبة نشوف الصورة اللي بعدها وقد يؤدي إلى نزيف داخلي شديد يهدد حادث تشوفوا المنظر هنا الحوض مليان دم كل اللي انتوا شايفينه تحت اسود ده الدم الله ليه الإضاءة سيئة كده لأن الدم بيشتت الإضاءة اللي بنستخدمها في المنظر فبتبقى الصورة دم عتمة وما بنشوفش كويس لكن شايفين الأنبوبة مجدودة على الآخر ابتدت تنفجر مش بقى بتنفجر بتنزل نقطة دم أو اثنين ده السيدة ممكن تفقد نص لتر لتر لترين دم في أوقات وفي دقائق قليلة وهذا قد يهدد حياة السيدة فالحمل خارج الرحم كان ولا زال من الأوبستاترك امرجنسي من حالات طوارئ أمراض النساء والتي قد تهدد حياة السيدات وللأسف الشديد أنه مخادع ويتأخر تشخيصه زي ما حنشوف في الفيديو اللي حنشوفه أول جزء في الحلقات المسلسلة نحضر الفيديو ونبتديه على طول ونشوف هذه السيدة والمسلسل اللي حيستمر معانا في الحلقات الرمضانية مسلسل رمضان على بشرة خير عن الحمل خارج الرحم ونرى مسلسل خارج الرحمほتما أنه experiência مسلسل معانا team مسلسلский بسبق 재�عرار مسلسل من يمع تبيعه وسلسل معاناا مسلسل وسلسل مسلسل معانا ساب الموضان وقتر ما قادر لم يؤمن من نحنت ممكن ترجعولي ممكن ترجعولي طيب غالبا الحملة خارج الرحم بيحدث في سيدة حصلها حملة قبل كده ممكن لأ ممكن يكون أول حمل هو الحمل خارج الرحم لكن ده نادر شوية بيحدث في السيدات اللي بتستخدم اللوالب اللوالب بتزود شوية نسبة الحمل خارج الرحم زي ما هي كانت بتقول كده إن كنت باستخدم وصيحة لمنع الحمل ووقفتها الحمل خارج الرحم أولى علاماته ست بتجي لها دورة بس الدورة دي غريبة برضو مش لازم هو كل حاجة بيعملها بيعمل فيها استثناء ممكن تيجي الدورة غريبة بمعنى أنها تيجي دورة في معادها بس قليلة أوي أو كتير أوي أو تبقى بنزيف أو تبقى بألم غير معتاد غالباً الدورة التي بعدها يحدث الحمل خارج الرحم تبقى دورة غريبة لكن هذا ليس حتماً لأنه مخادع في كل شيء فكل علاماته هو يستسنيها في بعض الأحيان المهم أن الحادث ده القصة اللي بنحكيها في المسلسل بتاعنا حصلت في أكتوبر ما بين أكتوبر 2016 ليناير 2017 هذه السيدة توقفت عن استخدام وسائل منع الحمل وهي كتحملت قبل كده بسهولة فحصل حمل للمرة التانية بس هي بتتذكر الوقتي أن الدورة اللي جات قبل الحمل ده كانت دورة غريبة وغير معتادة ده أولى ملاحظتها لما بتعيد التفكير بعد اللي حصل نكمل الفيديو بعد إذن حضراتكم لانتكون 2 كرتشاعدات يدى 2 الضون من اشترك لذا أعجب أن أسهل بسيطة ف 괜찮افة لو اعتقد كانت تقنية ف ما فيها أنا لا يمكن أن نقول فأنا سأغاند فقدمت أنني بسيطة رحياتها 28 ring ما فيها لا يفكر بسيطة وليس أريد فيه لم يك mengعطى ولا يكشيط وأنتَ مجرد من أجل أخر دورة بتقول جات لها في شهر أكتوبر بتقول اكتشافت أن أنا حامل يوم حاجة وعشرين نوفمبر لا يمكن أنسى اليوم ده كان اليوم برد جدا وبتقول لما اكتشافت أن أنا حامل قررت أن أنا ما أقولش الحد عشان إحنا هنجتمع في الكريسمس بعد شهر من ده فحبيت أن أنا أعملها مفاجأة لكل العيلة اللي حتبقى متجمعة وأقول لهم ساعتها أن أنا حامل فما قلتش لحد وما كانش حد يعرف أن أنا حامل طوال الفترة ما بين آخر نوفمبر لحد ما الأحداث حتتلاحق والدراما حتعلو ونشوف اللي حيحصل في آخر ديسمبر فسأنا حبيت أتوقف لحضراتكم عشان أقولكم أنها كانت بتقول أننا لما عرفت أن أنا حامل كنت بعيش حياتي العادية وبنزل ارتباطاتي وشغلي وبعمل كل مجهودي عكس الفكر اللي عند السيدات المصريات أن الحمل مرض أنا حملت أععد في السرير تمام أنا حملت أنام بقى أنا حملت ما أمش بقى مفيش حاجة اسمها كده الحمل الطبيعي معنا أن السيدة تعيش حياتها الطبيعية فالحمل ليس مرض فهي بتقولها عرفت أن أنا حامل ونزلت وروحت شغلي وعملت كل ارتباطاتي العادية انتظاراً لإحتفال الكريسماس لاجتماع العائلة عشان أقول لهم أننا حامل هنشوف الأحداث هتتلاحق إزاي نشوف نكمل المسلسل بتاعنا سيفونت حامل الصعر بالتواصل بصد حامل الصعر بالتواصل صديق فقد ما منت shكراً أنا مراتي لعملت موزمت على مkgس انتظاري لأنه لم يكن في نير الأن وعاية عملت مجموعة وأنا مراتي لعملت عملت مجموعة أنا تواصل مجموعة للعرض Little bit of body, body but I got there, completely fine And as I was walking in, a friend of mine who I hadn't seen for a while was coming out So I was gabbing and gabbing and gabbing to here And then all of a sudden I started getting like a burning sensation on my left side Again I thought well this might be the start of all the pulling and tugging And you know the usual pregnancy things As I was standing there In a matter of seconds It was really getting intense As I was speaking to her And I said Okay nice to see you again And off I went Thinking nothing of it I carried on shopping Needless to say I think I got bread and milk And I just had to get in the car And drive to her mum's Which is only around the corner لكن في هذا الوقت، لم أكن أعطيها. لذا كنت أحاول أن أعطيها. وعندما أعطي إلى أمي، كنت أصبحت، كنت أصبحت، كنت شارعاً، كنت أعطيها، وعندما أعطيها. وقال لأمي، لأستطيع أن أعطيها، وإنها قد أعطيها، وقد تعلم أن ما كان مخفضاً. أذهب إلى الطريق، كنت أجل أن أعطيها. كنت أحتاج إلى رغمها. اللغة الإنجليزية ما هيش يعني هير ماذر تنجفها اللغة الإنجليزية حتى تقيلة شوية فبتقول قاتي إن أنا عرفت إن أنا حامل يوم 5 ديسمبر بعد ما عرفت بحوالي أسبوع أمي كانت عندي وما قلت لهاش إن أنا حامل وأصررت إن أنا ما قلش إن أنا حامل وكانت بتاخد بالها من ابني وخرقت عشان أروح سوبر ماركت قريب جدا من البيت عشان أجيب حاجاتي وأنا دخل السوبر ماركت قبلت واحدة أعرفها وقفت أتكلم معاها وأنا أتكلم معاها فجأة حسيت بألم وانقبضات في أسفل البطن وقلت ده العادي والطبيعي دي أعراض الحمل الطبيعية إن يبقى عندي انقبضات في أسفل البطن لكن خلال دقيقة أتكلم معاها الألم زاد جدا لدرجة ما كنتش قادرة تحمله وأنهيت الكلام معاها please to meet you nice to meet you مع السلامة ومشيت ودخلت السوبر ماركت أجيب حاجات جبت حاجات قليلة جدا وبسرعة جدا لإن كنت تعبانة وخرجت من السوبر ماركت أجري أروح البيت اللي وكنت سايقة في طريق البيت والبيت على بعد دقيقة أو اتنين من السوبر ماركت دخلت البيت وأمي أول ما شافتني عرفت إن فيها حاجة غلط وأنا ما كنتش إليه لأن حامل وكنت مصرة إن أنا ما قولش إن أنا حامل تلاحط لع الدور اللي فوق للحمام هنبتدي نشوف بقى الأعراض ونبتدي نتابع إيه اللي حصل ممكن نرجع الفيديو 15 ثواني وبعدين نبتدي تاني تفضله بتقول إن أنا كان عندي ألم شديد وكان عندي عرق غزير وكنت حاسة إن أنا سخنة ودفية ودخلت الحمام كنت حاسة إن أنا عايزة أرجع بتقول آتي بتقول إن أنا حسيت وأنا دخل البيت بعد ما رجعت السور ماركت بإحساس غثيان بإن أنا تعبانة جدا بإني حيغم علي بعرق غزير بإحساس سخنية وإني عايزة أدخل الحمام عشان عايزة أرجع وحسيت إن أنا ورجعت حسرائح وحصل الكلام ده وخرجت من الحمام وأنا قلقانة جدا فمسكت سماع التليفون وطلبت ده النظام الصحي في اليوكي في إنجلترا في عندهم نمرد الطوارئ الطبية فبتتصل بيها واللي بيستقبل المكالمة بياخد منها بعض المعلومات والأعراض وبناء عليها يبي يديها نصيحة طبية يبي يحولها الطبيب يبي يبعت لها عربية إسعاف لو شاف إن الموضوع يستهل فبتقول أنا أول ما اتكلمت قلت إن أنا حامل في الأسبوع الرابع برضو أهلها كلهم ما كانوش يعرفوا قالت في التليفون لمتلقي الخدمة الصوتية منها أنا حامل في الأسبوع الرابع وعندي الأعراض الآتية وأنا قلقانة وحاسة إن ده مش طبيعي لأن أنا كنت حامل قبل كده فحيبدو يقولولها بقى الأعراض دي إيه طب في أي دم نزل عليكي مهبليا وده سؤال مهم جدا لأي سيدة حامل بتشتكب أي أعراض في الحوض وحيسألوها وحنشوف في الحلقة القادمة حتجاوب تقول إيه وعندك ألم طب تحبي نبعت لك عربية إسعاف طب تحبي عربية الإسعاف لما تيجي تجي لك البيت ولا لأ هل في جزء فاضل في الفيديو ولا هنستكمل الحلقة القادمة في جزء فاضل ولا لسه لو في جزء من الفيديو نكمله طيب عموما هنستكمل هذا المسلسل من أول تشخيص هذه السيدة لحد ما نشوف ما لقته من تصاعدات درامية زي ما قلت لحضراتكم زي الدراما التلفزيونية جدا يعني لحين ما نسيطر على هذا المرض تشخيصا وعلاجا الحمل خارج الرحم حمل مخادع تتعرض السيدات للحمل خارج الرحم بصورة متزايدة في الأونة الأخيرة نسبة حدوث الحمل خارج الرحم كان من المتعارف إنها 1% من كل 106 بتحمل واحدة تبقى حمل خارج الرحم الآن النسبة تضعفت صحيح هي النسبة بقت 2% من كل 106 بتحمل 2 ده رقم أليل لكن الرقم الأليل ده لما نقرده بعشر سنين فاته كان واحد بقى 2 يعني الأرقام تضعفت وبالتالي عدد حالات الحمل خارج الرحم زادت ما سبب الزيادة في الحمل خارج الرحم ده حنستعرضه وإحنا قلنا إن 98% من حالات الحمل خارج الرحم بتكون تيوبال بريجنسي بتكون حمل في الأنبوبة ففي أغلب الأحوال اللي فيها حمل في الأنبوبة حمل خارج الرحم في الأنبوبة سببه مشكلة في الأنابيب إن الأنبوبة دي فيها ديء فيها اختناء فيها التهاب فيها التصاقات حواليها في مشكلة ما في الأنبوبة تؤدي إلى حدوث الحمل خارج الرحم أحيانا قد لا يكون سبب قد لا يكون هناك سبب لكن دائما نظرة طبيب النساء لسيدة بتقول له أنا حصل لي حمل خارج الرحم في الأنبوبة انه نظرته ليها انه بينظر لانبيبها بعين الشك الست اللي بتقول حصل لي حامل خارج الرحم حصل لي حامل في الانبوبة لكننا بنبص لها كانوا نقول لها يلي انابيبك فيها عيب يلي انابيبك فيها مشكلة الانبوبة دي فيها مشكلة بالتهاب بالتصاق دي باختناء بحاجة من دول هنستكمل المسلسل ده في الحلقات القادمة وبيتهالين معنا اتصال تليفوني اذا كان معنا اتصال تليفوني ناخده اذا ما كانش نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضرتكم أهلا بكم عودنا إليكم بعد الفاصل زي كل المسلسلات ما بيحصل فيها تقطيع وإعلانات فإحنا كان في قطع في المسلسل بتاعنا وقفنا عند هذه المرحلة وننتظر في الحلقة القادمة استكمال هذا المسلسل ونشوف ماذا حدث لهذه السيدة التي كادت أن تفقد حياتها وعلى وشك أن تفقد الأنبوبة ونشوف الدراما كيف ستتصعد انتظرونا في الحلقات القادمة أما الآن فمعنا اتصال تليفوني هنا أخذ الأول اتصال تليفوني معنا الاتصال انقطع طيب نشوف غيره إحنا أسفين ها أكمل طيب نظرة الأطباء للسيدة اللي بيحصل لها حمل خارج الرحم أن عندها مشكلة ما في الأنبوبة الأنبوبة دي فيها ضيق ضيق خلقة ربنا أو ضيق مكتسب لأن حصل التهابات في الأنبوبة حصل التصاقات في الأنبوبة حصل التصاقات حول الأنبوبة حصل أن السيدة دي استخدمت وسيلة لمنع الحمل مشهورة عنها أنها تحدث التهابات في الأنبيب حصلاً الست دي عملت جراحة بفتحة بطن قدت إلى التصاقات حول الأنابيب سواء كانت قيصرية أو غيرها أو كان عندها مرض البطانة المهاجرة الذي يحدث خلل في حركة الأنابيب ويزيد نسبة حدوث الحامل خارج الرحم فيه اتصال تليفوني لأن أنا مش وصل للصوت تمام لو فيه اتصال ندخله هلو أيه تفضلي يا فضل إذنك دكتور أهلاً بحضرتك تفضلي أنا أعمل نشارك المعرضة متحركة في السبب 7-8-5 يا سيدي ربنا يخليكي ده يشرفني ويسعبني ويسعبني أنا كنت ترمى في فترة كثيرة لكن كنت أسمع تعليمات من طريق 6 يوم بس ربنا ترمي والحمد لله أعمل حبك في الله ويسعبك الحمد لله يا ربنا يا رب دايماً ينفع بينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويحقق يعني إرطه على يدينا ويجعلنا سبب يا رب تفضلي يا فضل يا رب وأنا الصوت مشوش بالنسبة لي لو الكنترول بس يقدر يفسر لي تفضلي فانت تفضلي أيوة وعندها غدد وعندها إيه غدد غدد في رقابتها أه بس التهابات الجيوب الأنفية نادراً ما تؤدي إلى الغدد اللينفوية الغدد اللينفوية غالباً تبقى مشكلة في السنان في الودان لكن مش في الجيوب الأنفية لكن تفضلي كميلي وبعدين بقالها مدة عندها تعب تعب عام يعني هي تعبانة مرهقة حالتها مش كويسة تقصدي عايزة تحمل عايزة تحمل ومش راضية تحمل عايزة تحمل ومش قادرة تحمل ما بيحصلش حمل لا طبعاً الجيوب الأنفية ما لهاش علاقة بينا خالص ده فين وإحنا فين كويس بس رغماً عن أننا بقوله هو فين وإحنا فين بالمناسبة بس نستغل هذه الفرصة السيدات الحوامل خاصة في بدايات الحمل اللي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية بتعبوا جداً في بدايات الحمل إن الحمل بيعمل احتقان في منطقة الجيوب الأنفية ويزيد من صداع الجيوب الأنفية في السيدات اللي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية خاصة في أول ثلاث شهور لكن مرض الجيوب الأنفية له علاقة بتأخر الحمل؟ لا لكن الغدد اللينفوية اللي في رقبتها قد تكون لها علاقة بتأخر الحمل؟ آه آه لو دي تيوبركلس لو دي حاجة من ضرن طيب هي محدش الغدد اللينفوية دي موجودة على طول موجودة بقالها فترة قالولها عادي بقالها سنين موجودة الغدد اللينفوية في رقبتها وقالولها عادي محدش كده ربنا فتح عليه بجملة طب يقول لها ناخد عينة من الغدد اللينفوية دي نحللها حدش قال كده خالص؟ خالص طيب وهي ابنها ولدته ولادة مهبلية ولا بقيصرية؟ لا بقيصرية مش دكتر وعملت أشعة بالسبغة؟ خالص طيب طبعا جيوب الأنفوية ما لهاش علاقة بينا نمرة تنين الستة دي لازم تعمل أشعة بالسبغة لأنها والدة بقيصرية سابقة والقيصرية جراحة بفتح بطن وقد يحدث منها لتساقات ومشاكل نمرة تلاتة لا يجب وده نصيحة لكل الناس لا يجب الأغد بكلمة طبيب الأشعة ما احترمنا الشديد له اللي بيكتب الأشعة بالسبغة طبيعية يجب الأشعة اللي بالسبغة تشوفها عين دكتور تأخر حمل مش دكتور نسل اللي ولدها يقول لها حلوة لأن الأشعة اللي بالسبغة فيها تكات شديدة لا يلقطها إلا متخصص في تأخر حمل فالمهم أنها تعمل أشعة بالسبغة وتعرضها على طبيب متخصص في تأخر حمل تعمل تحليل الهرمونات لأنه جايز يكون فيه خلل في الهرمونات الغدد الليمفوية اللي في رقابتها بقالها سنين ما تأخذش كده اعتباطا الغدد الليمفوية واحد عنده التهاب في سنانه الأيام دي فالغدد الليمفوية كبيرة وملتهبة راح التهاب سنانه ده مش هيعد سنين هتروح الغدد الليمفوية أما الغدد الليمفوية اللي موجودة بقالها سنين فدي معناها أن فيها مرض مزمن المرض المزمن ده إيه؟ ده لازم يتفحص لأن بعض حالات الغدد الليمفوية اللي في الرقابة المتضخمة قد تكون تيوبركلس قد تكون بسبب ميكروب الضرن وإذا كان فيه ضرن عند سيدة هل ده يؤخر حمل؟ نعم لأن ميكروب الضرن السل يا دكتور دا اللي بييجي في الرقة أيوة بييجي في الغدد الليمفوية أيوة وبيحب جدا هذا من الأماكن المحببة له أن يصيب قنوات فالوب في السيدات ويطلف قنوات فالوب وقد يتدخل إلى بطنط الرحم وقد يعطل السيدة ويمنعها من الحمل وقد يؤدي لأن أي حمل تحمله ينتهي بإجهاض أو حبل خارج الرحم وبالتالي الغدد الليمفوية دي لازم تروح لجراح فيفحصها وحتى لو هو قال إنها كرونيك نون سبيسيفك إنها التهاب مزمن لا علاقة له بأي شيء إنها فضلت لسنوات يجب تأخذ منها عينة وتستبعد مشاكلها ده نمرة واحد نمرة اتنين بعيدا بقى عن الغدد الليمفوية دي الست دي تعمل أشعة بالسبغة والأشعة اللي بالسبغة دي تعرضها على طبيب تأخر حمل عشان يشوف المشكلة فين الكنترول اتفضله أيها فندم اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله أيها فندم حضرك اتفضلي اتكلمي أيها دكتور يا محمد يا دكتور أنا حامل دي واتي في السهر الثاني أيها فأنا دي واتي بأخد حقاً ليا تحت البلد لإن أنا حامل ما بيكملش عاليا دي رب اللي الشعقية التسعة شهور والأخضل أشيء علينا أنا أسأل إخلي يعني في حد بقال لي يعني يا سيد رب ده ماشي على ذات شهور الرابع أيها ويقولي أنا مريض الضخم تمام السجاع هم فيه ضرر علي ولا أن أنا بصوم يعني أنا مساء من أول رمضان وأنا بصوم وحضرتك قولي لنا كده أنت بقى اللي قولي لنا وانت صايمة في ساعات الصيام بتتعابي بأي شيء ده بقى ضيخة وبقى ضيخة وبقى ضيخة وبقص إن أنا بعمدة وبعد الفطار إحساس الهمدان والرغبة في النوم أوه بقى ضيخة عايزة نام وبقى حاسة إن أنا جسمي كله هندان أيها والهمدان والتعب اللي بعد الفطار بيبقى أكتر من ساعات الصيام أيها طبعا أيها ما هو ده يا فندم ده دليل إن الصيام نفسه ما فيه مشكلة لكن دليل إن فيه خطأ في عملية الأكل نفسها طيب أنا هجاوب على حضرتك تماما أولا بس قبل ما تقولي بس اللي قال لحضرتك الحقن دي تستخدم لحد الشهر الرابع هذا يعاكس الطب تماما يعني الحقن دي ممكن ما تتخذش في أول ثلاث شهور لكن حتما اللي محتاجاها تاخدها من بداية الرابع وحتى أول التاسع فاللي قال لحضرتك لحد الرابع وفيها ده بيمتهن مهنة أخرى غير اللي إحنا بنتكلم فيها خالص تمام يعني أنا معي أعطى فيه قبله ووغد قبل الحمل اللي أنا فيها وطول التسعة شهور كنت وغدى للشوء أندية طيب يا فندم حضرتك تسمعي عن مشكلة اسمها تسمم حمل سمعت عن الاسم ده مش كده إيه تسمم الحمل؟ تسمم الحمل تسمم الحمل آه سمعت عن طبعا إيه هو تسمم الحمل بقى إنه لما تكون مثلا لقد رأى الجنين بيموت في بطني لا يا فندم لا 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 حضرتك قلت التفسير الخطأ كما يقول المصريين إن الجنين يموت في بطني فيسممني ما فيش حاجة اسمها كده والجنين لو مات في بطني واحدة ما بيسممهاش بالمناسبة تسمم الحمل هو مرض تجتمع فيه تلات أعراض واحد ارتفاع الضغط الشديد اتنين وجود زلال في البول تلاتة تورم شديد في الصقين واضح التلات أعراض دول ها والستات المصريات مبدعات جدا تيجي واحدة تطلع لي رجلها على المكتب عندي وتقول لي بص يا الدكتور رجلي مورمة ازاي ده زلال ده يا دكتور الستات المصريات تقولك بص يا دكتور رجلي فيها زلال تمام الرجلي بيجي فيها تورم والزلال في البول وارتفاع في الضغط اسمه ده المرض ده تسمم حمل مين الستات الاكتر عرضة له البكريات اللي يحوامل في توقم اللي يجالهم قبل كده تسمم حمل اللي ضغطهم عالي زي حالة حضرتك طب في وقاية من تسمم الحمل ايوة في وقايات كتير حاولي ما تزديش في الوزن كتير أثناء الحمل لو سمحتي خدي الكالسيا من الستات المصريات بتوقفوا بلا داعي في الشهر السابع وهم نطول فترة الفوليك أسد كل دي لها آثار إيجابية بسيطة لكن الحاجة اللي هي آثار إيجابية جيدة جدا في منع تسمم الحمل هو حؤن السيولة يبقى حضرتك بما إنك مريضة ضغط عرضة للإصابة بتسمم الحمل وتسمم الحمل مرض يصيب الحوامل خاصة البكريات منهن خاصة في شهور الأسابيع الحمل الأخيرة وقد يودي بحياة الأمة أو حياة الجنين أو كليهما ولهم مضاعفات خطيرة ويمكن تفادي ده بأخده حوامل السيولة وقل إنه مرض مهم في أسابيع الحمل الأخيرة فحوامل السيولة دي مهم في أسابيع الحمل الأخيرة فاللألا حضرتك تاخذي الحوامل دي لحد الرابع وتوقفيها يمنعني الصيام إن أنا أعلق على اللفظ المناسب لما قاله تمام؟ ونقول بعد كده إنه مهم جدا إنه نأخذي الحوامل دي إنه ليها دور وقائي في هذه الحالات كويس جدا طيب الحؤن دي في منها ضرر؟ لا ما فيش منها ضرر الصيام الصيام هنا بنتكلم أنا هتكلم من ناحية الطب وليس من ناحية الدين لإن ده مش تخصصي فأنا هتكلم فيه تخصصي الطبي هل وجدت أي دراسة أثبتت أي تأثير سلبي للصيام على السيدات الحوامل؟ الإجابة لأ بوضوح شديد كده تمام؟ ومعظم السيدات الحوامل زي ما حضرتك بتقولي كده في ساعات الصيام بيبقوا ماشيين عاديين بيبقى عندهم دوخة همدان اللي هو عند أي واحد خاصة قرب المغرب نتيجة لنقص السكر في الدم بس إحنا بقى متعودين إننا لما بنفطر بنفطر وناكل ونملى المعدة فلما بنأكل أكلة واحدة مشبعة جزء كبير من الدم بيروح لمعدتنا وحضرتك لإنك حامل جزء كبير من الدم رايح للرحم وللمشيمة نتيجة لده بقى مخ حضرتك محروم من جزء كبير من الدم واحد راح للمعدة والتاني راح للمشيمة وبالتالي لإن دموية المقه هتبقى قليلة وظيفه هتبقى قليلة فهيبتدي إحساس الدوخة والرغبة في النوم والتركيز القليل وبقى حاسة إننا واخدى بنجا يا دكتور بعد الفطار ولا أكني مضروبة علقة الإحساس اللي بيجي للسيدات الحوامل بعد الفطار فيجب إن الدخول للأكل والوجبات يبقى بهدوء وبتدرج شديد وناكل أكلات عددها كتير وكميتها قليلة يقوم ما يحصلش امتلاء وما يحصلش إن الدم يروح للمعدة وما يحصلش الإحساس بتاع إننا عايزة تريميا نام وبدرج بالدنيا بعد الفطار وربنا يتم حامل حضرتك بكل خير والحقن بتاعت السيولة تحتاجها من تحتاجها في أسابيع وشهور الحمل الأخيرة هل معنا اتصال آخر؟ إذا كان معنا اتصال اتفضله دكتور كانت حضرتك بزوال اللي حيث حدثت لحضرتك عن حالتي لما حصلت تسمهم الحمل وفكرت الكل ايه يا فندس انا يا دكتور مش عارفة سبب تسمهم الحمل اللي حصل لي ولا أنا أعرفه ولا الطب يعرفه ولا حد هذه اللحظة في حد من الطب يعرفه وكلها نظريات ولم يثبت أي منها فحضرتك ما تعرفهوش وانت مريضة مش المفروض أنك تبقي عارفة سببه ولا أنا وأنا بشتغل أستاذ أعرف سببه طب أنا دلوقتي بأفضل في الحمل مرتين يعني ممكن يحصل لي تسمهم الحمل حضرتك الحمل اللي فات كان الحمل رقم كام اول حمل في حياتك ايوا البكريات هم أكتر الناس عرضة تمام اللي حصلها تسمم حمل المرة اللي فاتت عرضة لتكرار الكلام ده قد ايه بيتكرر فيهم 20-25% يعني نسبة كبيرة قد لا يتكرر طب النسبة اللي بيتكرر فيها حتى إذا تكرر غالبا بتكون درجة المرض وشدته أقل لأن واحدة من النظريات بتاعة تسمم الحمل بتقول أن تسمم الحمل هو رد فعل immunological رد فعل مناعي من مناعة الجسم لهرمون الحمل بمعنى أن جسم الست دي أول مرة يشوف هرمون الحمل فلما بيحصل رد فعل له والدليل على هذه النظرية أن تسمم الحمل بيبقى أكتر في التوأم اللي بيبقى هرمون الحمل أعلى وفي الناس اللي عندهم فيزيكل هرمول أو حمل حويصالي اللي بيبقى هرمون الحمل أعلى فبيقولوا أن ده رد فعل لهرمون الحمل لأن الست أول مرة تواجهه ولم يعتادوا الجسم ويعتاد الرد الفعل له فبيحصل رد الفعل العنيف ده وبالتالي الحمل الثاني لأن هي قبلت هرمون الحمل ده قبل كده هيبقى احتمالية حدوث تسمم الحمل أقل وإذا حدث درجته هتبقى أقل درجته هتبقى أقل يعني إيه؟ يعني المرة اللي فاتت وأنا حامل اكتشفوا أنه ضغطي عالي وأنا في السادس في السابع كنت ورمت جدا في الثامن كان عندي زلال في البول وابتدت المية حوالي الجنين تقل وابتدت حركة الجنين تقل وتوفي ممكن تحصل نفس الأحداث دي بس تحصل الحمل الثاني شهر أو شهر ونص متأخر عن ده وبالتالي تتحلنا فرصة أننا نحصل في الآخر على جنين مكتمل إلى جانب بقى أن احنا ما كناش واخدين خوانا أول مرة وتقرصنا نقوم تاني مرة عارفين أن الست دي عرض الإصابة بتسمم الحمل نقوم ناخد الإجراءات الوقائية حضرتك بتسأليني أنا ممكن يحصل لي كده تاني الإجابة نعم في احتمال ما هواش كبير لكن احتمال وارد في حاجات أعملها أيوة لازم حضرتك أولا تمنعي الحمل من أول حمل لتاني حمل على الأقل لست شهور نمرة تنين لما استخدم منع الحمل ما استخدمش أي وسيلة هرمونية عشان ما تعليش ضغط يعني يا الزوج يستخدم عازل يا أنا استخدم لولب نمرة تلاتة لما أحمل مرة تانية أتابع مع دكتور كويس فاهم الحالة دي وفاهم إيه الاحتياطات اللي أخدها نمرة أربعة أحاول مزيدش في الوزن أثناء الحمل وأقلل الزيادة في الوزن جدا نمرة خمسة أقلل الملح في أكلي نمرة ستة أكل أكل عالي البروتين عكس ما الستات المصريات بتقول نمرة سبعة أخد الفوليك أسد لفترات أطول نمرة تمانية أخد الكالسيوم أثناء الحمل كل ده له دور إيجابي لكن كل اللي أنا قلته ده لو عملته لا يساوي الجملة اللي لسه حنطقها دي دي الدور الأساسي للبريفنشن لتقليل الإصابة بتسمم الحمل أو منعه وهي أخد أدوية السيولة حيث التسمم الحمل إذا حدث المين باثولوجي فيه المشكلة الرئيسية بيحصل بيحصل ضيق في الأوعية الدموية خاصة ضيق في الأوعية الدموية بتاعة المشيمة وبالتالي يقل سريان الدم في المشيمة وفي الحبل السري وعشان كده لما بنعمل دوبلر للسيدات دول بنلاقي قلة في سريان الدم نقوم إحنا نقدر نعلي سريان الدم بإننا نقلل الزوجة بتاعته باستخدام أدوية السيولة اختصارا أدوية السيولة لها دور واضح في تقليل فرص الإصابة بتسمم الحمل والأبحاث على كده كثيرة وبدأت بالأسبرين ووصلت إلى الحؤن بتاعت السيولة وكلها لها أدوار إيجابية جدا مع متابعة حمل جيدة مع طبيب متمرس فاهم مع تكرار عمل دوبلر قياس لسريان الدم في المشيمة والحبل السري أكتر من مرة أثناء الحمل لتحديد الجرعة ولأن الدوبلر له دور تنبؤي إذا عملناه في الشهر الرابع الخامس يقول لنا الست دي احتمال في السابع يجيلها تسمم حمل خلي بالكم فلما ناخد الاحتياطات فلما قلنا كده نقدر ناخد احتياطات للتعامل مع الحالة دي ده باختصار كلام جيه هو عن تسمم الحمل أو جزنا الكلام عليه النهاردة في أكتر من اتصال في اتصال آخر عليكم السلام تفضلي عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي دكتور مرضى تكايف مبايد ودكتور مقشي مع دكتور أنا تحدد احتياطة ان اللي عنده مرض تكايف ما بايد عمشي مع دكتور بتاخذي يعني هو الصوت وقع كده بيمشي مع دكتور ايه بقى؟ بيمشي مع دكتور تاخذي دكتور تاخذي ايوة عشان فقد الوزن وعشان تصبيت النظام الغذائي ولان مريضة التكايف هي مريضة تكايف لان عندها استعداد وراسي للسكر وعندها خلل في عملية التمثيل الغذائي للنشويات والسكريات فلازم حد يضبط نظامها الغذائي بتقليل النشويات والسكريات قدر الإمكان وتقليل وزنها وده هام جدا تفضلي هو حضرتك دكتور التخذية ده انت مش مأسرة واللي بتعمليه مع دكتور التخذية ما هواش تضيع وقت واللي بتعمليه مع دكتور التخذية مهم جدا وبعض السيدات بعض السيدات اللي عندهم تكايس مبايد بيحملوا مجرد مايروحوا الدكتور التخذية ويخسوا وبعض السيدات اذا خسوا ونظامهم الغذائي تزبط وما يعني ما حملوش ساعتها يجب تدخل دكتور امراض نسا طب يعني انا كده بضيع وقت لأ طب انا كده متأخرة لأ ده انا جايز يحصل حمل طب اذا خدت علاجات النسا وانا لسه ما خسيتش ونظام الغذائي ما تزبطش مش مجدية وبالتالي حضرتك وزنك قد ايه يوم ما رحت للدكتور التخذية كان وزنك كام انا وزن 100 100 كويس جدا والدورة منتظمة ولا مش منتظمة لا ما فيش دورة قدر ما فيش دورة ما بتجيش بالست سبع تمن تسع عشر عشر شهور ممكن ممكن تقعد سانة ما تجيش ايا ممكن ولما بتجي لما بتجي بتيجي قليلة قوي ولا بتجي بقى بعد انتظار السنة دي بتجي بحر ايوة ايوة مين فيهم أيوة يا فندم أنا معاك يتفضلي أيوة مين فيهم بتيجوا قليلة ولا بتيجوا كتير قوي طيب الستات اللي عندهم تكايز مبايد والدورة بتأخر وبتيجوا كتير خالص دول وصلوا لمرحلة إنه بقى فيه سمك في بطنط الرحم ما نسميه لحمية لكن ما علينا ودي محتاجة تقييم كويس بسونار مهبلي حضرتك ما تروحيش لده كترة النساء لإن مرواحك لينا غير مجدي تمام قبل ما وزنك ينزل 10 كيلو على الأقل ياريت لو 15 يعني أنت بتاقي تروح لدكتور التخزية وزنك 100 كيلو لما تكسري التسعين نبقى نتكلم نتكلم أمراض نساء طب قبل ما أوصل للتسعين اللي أنا بعمله مش تضيع وقت اللي أنا بعمله ده تمهيد جيد جدا عشان علاج أمراض نساء يبقى مجدي وأنا مبسوط منك جدا أنك بتسمعي الكلام وبتعقليه وتروحي تنفذيه ومتدايق في نفس الوقت أن محدش قال لحضرتك الكلام ده قبل كده لكن محدش سايبينك وانت وزنك 100 كيلو والدورة ما بتجيش بالسنة وشعر راسك بيقع وقربتي تصلاعي تمام ومحدش من دكاترة النساء قال لك خسي بس بعض الدكاترة في بلدك وقالولك إيه يا ريت ما تزديش يا سلام لو نزلتي شوية خلي بالك من أكلك مفيش الكلام ده الكلام ده كله سمطبطبة الجملة كده واضحة وصريحة فقد الوزن هو أساس العلاج دون فقد الوزن أي علاج غير مجدي لازم حضرتك تفقدي وزن لازم تفقدي من 10 إلى 15 كيلو قبل ما نبتدي نتكلم عشان يبقى علاجنا ده زو جدوى ماذا وإلا هيبقى العلاج غير مجدي لن يحدث حمل وإذا حدث حمل لن يكتمل وإذا اكتمل هنبقى عرضة لمشاكل أبسط هتسمم الحمل اللي كنا عمليين نتكلم عليه من شوية لو سمحتي فقد الوزن هو أساس العلاج بالاختصار الشديد مريض التكيوس المبايد التكيوس المبايد هو مرض عبارة عن أن هرمونات هذه السيدة معترضة على وزن السيدة دي ونظامها الغذائي ده بالاختصار كده فما لم وزنها ونظامها الغذائي ينضبط تمام الوزن السيدة دي مش هينضبط حاضر ناخد الاتصال اتفضله اهلا بيكي ايوة اهلا بحضرتك حضرتك مصرة تسمعيني من خلال التلفزيون وكده الخطة هيقطع ابعدي عن التلفزيون وطفيه وتكلمي اتفضلي اهلا انا بعدي عن التلفزيون ايوة اتكلمي بقى اتفضلي اهلا ايوة فاندو بتفضلي الو طيب انا قلت لحضرتك لازم تبعيني عن التلفزيون ايوة لتصلح طيب وما له وبالتالي عشان نبقى نخرج بس بفايدة النهاردة اتكلمنا عن الحمل خارج الرحم اتكلمنا كمان عن تسمم الحمل تسمم الحمل بالاختصار كده جمل واضحة وبسيطة مرض يصيب الحوامل ايوة خاصة البكريات منهن خاصة في اسابيع وشهور الحمل الاخيرة تمام وقد يؤدي الى خطورة على حياة السيدة او حياة الجنين او الرحم او كليهما او كلية الست وتسمم الحمل هو عبارة عن تلت حاجات بيحصلوا مع بعض التلت حاجات دول هم عبارة عن ارتفاع الضغط وتورم شديد في الساقين ووجود زلال في البول لا يعرف الاطباء حتى الان سببا واضحا للاصابة بتسمم الحمل لكن كلها عبارة عن نظريات لكن نعرف مين الحالات اللي اترسك مين الحالات اللي فيها خطورة عالية انه يجي لها تسمم الحمل وايه الباثولوجي ايه اللي بيحصل داخل جسد السيدة ينتهي بهذه الاعراض فما نعرفه ان حالات الخطورة هي البكريات الحوامل في توأم الحوامل في حمل حويصالي او الحمل العنقودي والسيدات اللي ضغطهم عالي اللي عندهم تاريخ عائلي لارتفاع الضغط في العيلة الستات اللي عندهم سكر او عندهم سكر حمل او تاريخ عائلي للسكر البدينات الستات دول كلهم يبقوا عرضة اكتر للاصابة بتسمم الحمل واللي جالها تسمم حمل قبل كده يعرف الاطباء ان اللي جوه الجسد السيدة بيحدث في هذه الحالات هو ضيق في العوايات الدموية وبيحصل الضيق ده في 3 اربع اماكن اكثر وضوحا واكثر قصوة لكن بيحصل على كل الجسم لكن في الرحم وفي المشيمة وفي الكلية ونتيجة لتأثر الكلية يبتدي يحصل هروب للبروتين في البول وبعد شوية زت ست ضغطها يعلى ويبتدي يحصلها تورم شديد وده قد يؤدي الى قلة في سرعان الدم في المشيمة والحبل السري وقد ينتهي بقلة حركة الجنين والمية اللي حواليه وقد ينتهي بوفاة الجنين واحيانا يحدث من تسمم الحمل مضاعفات خطيرة منها انفجار في شرعين المخ او انفصال مبكر للمشيمة ما يحرف بأكسيدنت الهاموريج وهذا يهدد رحم السيدة ونسبة كبيرة من الارحم قد تفقد نتيجة لهذه المشكلة ده لاختصار عن تسمم الحمل عفانا الله وعافاكم ورفع عن أمتنا الوباء والبلاء وادام على حضراتكم نعمة الصحة فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها الا من حرم منها نحمد الله على الصحة ونرجو من الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء وان يديم علينا الصحة والعافية انتظرونا في الحلقات القادمة نستكمل معكم المسلسل الكبير على شاشة الصحة والجمال وعلى شاشة بشرة خير والحمل خارج الرحم إلى أن أعود وألقاكم أترككم سلام الله يحيط بكم ويرعاكم ودايما أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير الحمل دي نعمة وآية محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوها تهو بتحلّف الحمل دي نعمة وآية محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوها تهو وقت حلّف الحمل دي نعمة وآية محتاج منا لرعاية